ولك كتاب آخر يعني يمكن وصيق الصلة بهذا المعنى عن أسس بناء الدولة الحديثة هو كتاب بيشرح معنى الدولة الوطنية لأننا من الناس التي تؤمن بالدولة الوطنية إلى أقصى مدى باعتبارها هي سمام الأمن وصمام الاستقرار وهي التي تشكل هوية الوطن كلمة الوطنية هنا المنسوبة للدولة بمعنى إيه؟ بمعنى ههوضحه باختصار شديد جدا أنا عندي كذا شكل للدولة وحليك طبعا خارجة علوم سياسية أنا عندي شكل إمبراطوري وعندي شكل المملكة وعندي شكل الخلافة عندي أشكال كتير جدا للدولة أرقاهم هو الدولة الوطنية زي مصر كده زي مصر مصر تديني مفهوم الدولة الوطنية مش في العصر حديث بس لأن في دولة تانية ما كانتش عندها دولة وطنية أساسا دي كانت جزء من خلافة جزء من الاستعمار جزء من إمبراطورية لكن مصر بدأت عصر الدولة الوطنية أساسا قبل ميناء موحدة قطرية نحن كانوا بيدرسوننا في كتاب التاريخ أن بدأت مع ميناء موحدة قطرية لا قبل كده لأن كان في مصر العليا في الصعيد كانت دولة ومصر العليا أنا أسف كانت في الدلتا والسفلة فكان عندي دولتين جي ميناء وحدهم فمصر هي أعرق دولة في مفهوم الدولة الوطنية اللي هي بيشكلها مفهوم شعب واحد بيشكلها تلات حاجات الإقليم والشعب والحكومة ومن ثم كنت أريد أن أؤكد هذا المفهوم في مواجهة الجماعات المتطرفة اللي عايزة تلغي مفهوم الوطن لأنه هو بيلغي مفهوم الوطن مش معترف بالوطن الوطن عنده هو الفكرة مش الإقليم مش التاريخ مش الهوية يعني كانت فكرة غريبة جدا جدا وغير جيدة على الإطلاق أيوة ده عارفة لو ما كانتش حصلت ثورة تلاتين يوني مصر كانت تتقسم صحيح صحيح طيب يعني حضرتك أعتقد أنك متفق مع الأديب الكبير طاعة حسين في وجهة ناظر خاصة بالتعليم وبفكرة ازدواجية نظم التعليم في الدولة أه طبعا إحنا متفق مع المفكر الكبير طبعا تعصني في حاجات كتير ومختلف طبيعي معه في حاجات أه ودع طبيعي أه لكن تعالي للتعليم أنا لا أؤمن بوجود تعددي في التعليم بمعنى معين مش كله هل تصد التعليم المدني والديني؟ أه أنا ما بمقنش بالفصل بينه لأن أنا عندي العلم علم والعلم عندي هو العلوم الإنسانية والاجتماعية ومن ضمن علوم الإنسانية والاجتماعية العلوم الدينية وبالتالي لابد أن أي دولة يكون عندها رؤية واحدة لمفهوم التعليم أي نعم داخليا فيه تنوع أنا عنديش مشكلة بس في الأخير لازم يبقى فيه استراتيجية واحدة لازم يبقى فيه نظم واحدة المحتوى ممكن يختلف حاجات كيف يا دكتور وإحنا شايفين دلوقتي مثلا في مصر فيه تعليم عام وفيه تعليم أجنبي وفيه مدارس ما بتدرس لغة لغة عربية تقريبا يعني حريك شايف ده زي؟ أنا هشوفه بس بطلقتين بس عايز أوضح وجهة نظر أول حاجة لابد أن يكون فيه نظام عام مظلة عامة واحدة للتعليم بتحدد أهداف الدولة ومقصد التعليم بما يصب في بناء الدولة وفي عملية التنمية المستدامة ما ينفعش كده يبقى واحد لوحده بجزء بالتعليم وعايش مع نفسه في قصصه يعني كلمة مظلة هنا تعني مظلة واحدة اللي هي الاستراتيجي اللي هي الاستراتيجي لكن بعد كده ممكن يبقى فيه تنوع داخلي آه بس خلي بالحضراتك لابد أن إدارة التعليم تكون خضعة لإدارة واحدة لكن جوه الإدارة دي فيه تنوع أنا مع فكرة التنوع جوه الإدارة الواحدة فيه تنوع يعني أنا ما عنديش مشكلة أني بعندي مدارس بتمشي على نظم شبيهة بالنظم الياباني بقى أنا بقول شبيهة مشكولية لأن أنا عندي خصيتي حتى دي جامعات الجيلة الرابعة اللي كنت مكلم عليها جامعات الجيلة الرابعة مش جامعات عالمية معزولة محليا لا دي جامعات الجيلة الرابعة هي المتعمقة في المحلية في إطار السياق العالمي في إطار السياق العالمي لازم يبقى عندي البعضين فأنا أؤمن بتعددية المدارس بس في السياق المصري لازم تكون في السياق المصري في سياق أهداف الدولة ومواقصتها وستراتيجية الحكومة ما ينفعش حد يبقى ياخد جزء من التعليم كده وماشي مع نفسه تعليم الجماعي في مصر يعني لو كان الأمر بيدك ماذا ينقصه حاليا هو التعليم الجماعي بشكل عام فضوء توجيه القيادة السياسية استطاع أن يحقق تخضهم كبير جدا في السنوات الماضية لكن ما في الشك أنه لا يزال أمامه خطوات كثيرة وده وضع طبيعي